طبعا انتظرت بعض الوقت علشان انزل اخر نسخة من الكاي لينكس اللي هي كالي لينكس 2019.1 الان موجودة في المدير تبع الكاي لينكس او في الموقع تبع الكاي لينكس فمثل ما تلاحظوا انها موجودة اخر نسخة 2019.1 فتأخرت لعمل اي فيديوهات جديدة حتى تنزل هذه النسخة ونبدأ على اخر نسخة موجودة دعونا الان نبدأ بالدرسة اللي معانا. طبعا الدرسة اللي معانا اليوم راح نتكلم على اهم شيء موجود داخل اللينكس بشكل عام والكاي لينكس طبعا اللي هو الترمينال اللي هو هذا البرنامج الصغير فمثل ما نلاحظ ان هذا هو البرنامج الصغير راح يكون تقريبا كل الشغل معانا في هذه الدورة في هذا البرنامج لانه هو البرنامج الاساسي اللي ممكن نحن نتعامل فيه طبعا اذا اشتغلت في المستقبل ان شاء الله كمخترق اخلاقي او مجرب اختراقات او فهذا هو البرنامج الاساسي يعني اكثر اكثر شيء ممكن تستخدمه اللي هو الترمينال لانه السيرفرات هي تعتمد على الترمينال اللي يهزع على الترمينال وطبعا هو ما ياخذش اي ريسرس كبيرة فممكن نحن نتعامل معه بشكل ابسط وممكن نوصله بشكل اسرع اوكي كيف نبدأ بالترمينال مثل ما تلاحظوا انه لقيته هنا موجود على القائمة الشمال هذا هو شكل الترمينال الترمينال بالاخير هو انك تكتب له مجموعة من الاوامر هو يفهمها ويترجمها بعد كده يجب لك المخرجات او الاوتبوتس ففرضا عندنا اول امر اذا فعلت فرضا بي دي بي دي بي دي بي دي وهو عبارة عن امر يوضح بيننا في المجلدات في الضبط راح طلع لي اننا في الروت في معانا حاجة ثانية قبل ما نبدأ طبعا الشاشة الان مثل ما تلاحظوا هي صغيرة فكيف ممكن ان انا اكبرها فممكن ان انا اشوف لو رحت لعند الادت اشوف ايش الشورت كات الموجود عندي لتكبير الشاشة في معانا هنا اه شورت كاتس مثل ما نلاحظ هنا طبعا في عديد ما الشورت كاتس عشان نعمل كوبي بيست فيو في معانا هنا الزوم ان والزوم اوت وكيف ممكن نعمل زوم ونشوف كيف طبعا تضغط على كنترول بلاس بلاس وفي معانا الزوم اوت كنترول بلاس ماينس فعلشان تشوف لو عملنا الان كنترول بلاس اوكي مثل ما تلاحظوا ان انا اكبر الشاشة بالشكل اللي انا عايزه وتشوف كيف الشاشة عشان ترتاح بيها في معانا بعض الاشياء اللي لازم تتعرف عليها وتشوف ايش هي بالضبط في معانا طبعا بالبرفرنسز اللي هنا طبعا مثل ما تعرفنا على الشورت كاتس الآن في معانا الحاجة الضرورية اللي هي البروفيلس طبعا بالبروفيلس ممكن نحن نحدد الالوان الخاصة فممكن نحن اذا اضفنا بروفيل جديد ممكن نحن نعمل بروفيل جديد ممكن انه يحدد لنا الشكل العاملي الترمينل طبعا في معانا هنا اننامت مثل ما نلاحظ اللي هو اننامت هنا ممكن نغير الشكل العاملي الترمينل في معانا بريسيتس هنا او بلت ان سكيمس فممكن نحن ناخذ الوان جديدة فممكن نحن نغير الجرين ان بلاك ونشوف كيف شكل الآن الترمينل فمثل ما تلاحظوا انه تغير اللون في معانا كمان اللي هنا اللون ثاني اذا كنا عايزين الوان كثيرة او ممكن نحن نختار اللون كاستم ونشوف ايش الحاجة اللي ممكن نختارها طبعا هو يتيح لك انك تتلاعب بالالوان فرضا الديفولت كلر ممكن يكون اخضر والخلفية ممكن تكون عبارة عن خلفية سوداء فممكن كذا وخلاص الآن تشوف انه الآن اصبح بالشكل هذا طبعا ممكن انك تعدل بعض الاشياء طبعا لون الخط ممكن تعدلها فمن هنا ممكن نعدل لون الخط الكارزر الهايلايت البولت كلر ممكن تكون حاجة موجودة هنا في معناه هنا التكست ونوع التكست وحاجمة التكست ممكن تعدلوا من هنا وهذه بعض الاشياء اللي موجودة طبعا ممكن نحن نستخدم الالوان الخاصة بالنظام من هنا و ايش الشكل اللي نحنا عايزين طبعا هو طبعا تطبق بشكل سريع اذا غيرت حاجة من هنا فرح تتغير فمثل ما تلاحظوا الآن اغير البلايت نفسه فمن هنا تغير البلايت فممكن انك تشوف ايش اللي ممكن تغيره بالاخير اوكي الان هذا هو الترمنال الخاص بالكايلينكس فمثل ما نلاحظ هو البرنامج الاساسي طبعا في معنا كمان شورت كات ممكن نحنا ندخل الترمنالز من غير ما ندخل الوايه الرئيسية طبعا هذا اذا ضغط الاختصارات اللي هي كنترول الترمنال وبعدين ضغطنا من رقم ثلاثة او اف ثلاثة عفوا اف اربعة اف خمسة اف ستة اوكي فممكن ان يكون عبارة عن ترمنال كامل من غير اي شاشة رسومية ممكن تتعامل معها بشكل كامل اذا كتبت اليوزر نيم تبعي روت والباسورد فالان انا ممكن انفذ اي اوامر عندي فرضا اللي هي وراح اشوف اللي عندي او الفلدرات الموجودة في معايا فرضا نفس الامر الاول طبعا راح نشوف نفس التعامل الاول ممكن نحنا نعمل ونشوف الشبكة اللي عندنا وعلى ايش نحنا متصلين بالضبط وممكن نعمل بنك جوجل ونشوف هل نحنا متصلين بالانترنت ولا لا فبثما تلاحظوا ان احنا متصلين على الواجهة اللي هي السوداء او واجهة الترمنال بشكل مباشر من غير ما نتدخل بالواجهة الرسومية اذا كانت عايز ترجع للواجهة الرسومية تبعك ممكن انك تكتب او تضغط على كنترول الت وبعد كده راح توصل للواجهة الرسومية تبعك وتقدر تشتغل بها بشكل مباشر اذا كانت عايز واجهة اخف واسرع وتستخدم الترمنال بشكل سريع فانصحك انك تدخل على كنترول الت وبعدين F3456 معك اربع ترمنال ممكن انك تتعامل معهم وتتنقل بينهم بالشكل سريع جدا اذا كان عندك فرضا برامج مفتوحة هنا او اوامر مفتوحة في الترمنال اول ممكن انك تنتقل للترمنال الثاني وتشوف كيف ممكن تعمل طبعا هذا باختصار هو درس اليوم طبعا من الدرس القادم سوف نبدأ بالاوامر ونستخدم الاوامر طبعا لانه مهم جدا نحن نتعامل مع الاوامر ونتعرف ايش الاوامر المهمة وكيف نشغل اللينكس بالشكل هذا من الترمنال وكيف نتعامل معه في الترمنال في هذه الدورة والدورات القادمة ان شاء الله المتعلقة بالاختراقات او بالاختبارات الاختراقات بالتحديد هذا هو درس اليوم امانكم تكونوا استمتعتم فيه واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم شكرا